رحبا بغازي بن جميع سيغازي مرحبا بيك هو الخبير في الجيولوجيا والطاقة سيغازي بن جميع معاها بش نحكيه على خفايا المحروقات في تونس السباب تراجع الاستثمار في قطاع المحروقات الأرقام بش تكون موجودة بش تكون موجودة بقوة لكن يش تكون موجودة خاصة هو تفسير غازي بن جميع وقراءته للوضعية العامة في علاقة بخفايا عقود المحروقات في تونس مرحبا بيك سيغازي سيغازي نتعرف عليك شوية ساعة قبل كل شي بش نفهمه شكون قاعد يحكي معانا في موضوع حساس وتقني تفضل سيغازي محمد غازي بن جميع عندي دكتوراه في الجيولوجيا 35 سنة خبرة في الميدان تاعة المحروقات ولهذا في الميدان تاعة المحروقات أغلب الخدمة نتاعي في تونس كجيولوجيا أول ومن بعد كرئيس شركة انت على نفط الدراسة هذه خفايا عقود المحروقات في تونس والجمعية تونسية المراقبين العموميين كانت في إطار خدمة الشبكة كاملة لو كانت تقول لنا كيفاش زيادت الدراسة هذه الدراسة هذه لأنه احنا من وقت اللي وقع نشر العقود تاعة المحروقات في موقع تاعة الوزارة حتى من قبل ما يتقع الشبكة بالذات قامت بحملة لطلب أنه يكون أكثر شفافية في ميدان التاعة والمناجم هذاك عليش وقع تاكمين على أنا شبكة تحكي الشبكة التونسية للشفافية في الطاقة والمناجم كون فيها شبكة هذه فيها 15 جمعية جمعية ناشطة في الميدان في التونس الكبرى وفي مناطق نتاع الإنتاج خاصة في مناطق نتاع تطوين وقفصة وقابس هذوم المناطق اللي فيهم جمعيات نتاعنا في الشبكة هذه وقع تأسيسها 2015 وأنا كنت أول رئيس نتاع الشبكة نمثل كذلك جمعية اللي هي في الشبكة جمعية الطرقي المدني ولهذا النشاط نتاعنا بدينا باش نكون أكثر شفافية في الميدان من بين النقاط اللي تطرق ليهم هي أنه مدام وقع نشر نحن طالبنا من الأول نشر المعطيات في الميدان الحمدولة في 2017 2016 و2017 بدأ نشر المعطيات هنا يجي سؤال أولي عليش غازي بنجميع أنتوا مو الشبكة كنتوا وراء هذا المطلب الأساسي للشفافية والنشر العقود دابور شنو كان قبل موجود مدام كون وصلتوا تطلبوا النشر هذا يعني أنه كان في المتعتيم إبنتوالما وفي نفس الوقت عليش المطلب هذي هل أن القطاع الكل يلزم الشفافية هذي؟ هي من الغاية من تكوين دجاج شبكة هي وأنه تكون أكثر شفافية عليش لأنه الميدان ما كانش فيه حتى شفافية تماما حتى معطيات ما كانت منشورة للإنتاج للعقود حتى شيء ما تتعلم كان بعض المعطيات خلال بنعلي هذا خلال حكم بنعلي لا من عهد بورقيبة من عهد بورقيبة تقريبا حتى بعد الثورة ما هو الفكرة الأساسية التي أردت تعتيم هذي؟ هي أنه فما هي تعرف الميدان أنت على المحروقات خاصة أكثر من المناجم أنه ميدان فيه برشة فلوس لأنه الأعمال لكلها تطلب إمكانيات كبيرة لإنجاز الحفر وإنجاز الدراسات ولهذا أي ميدان تكون فيه مبالغ ضحمة يكون فيه كذلك إمكانية كبيرة إنتعى فساد طلبنا أنه يكون فيه أكثر شفافية حتى لا يكون فيه الفساد منتشر كيفية غريبة برشة لأنه في تونس راهو اللي يخدموا في الميدان يعرفوا أنه فعلا فيه الفساد من بين الحاجات اللي باش يقعت إثبات الفساد هذي قمنا بالدراسة هذي الدراسة هذي كانت تشمل المناطق الحرة هي المناطق المصارش فيها رخص بحث واستكشاف وما فيهاش إنتاج هذي الباب الأول انتعى الدراسة الباب الثاني هي رخص انتعى البحث والاستكشاف لأنه فيها إجراءات قانونية وفيها رخص عديدة من الاستقلالي لحد الآن والمناطق نتعى الإنتاج ولهذا اتطرقنا على الجوانب كل منها الجوانب التقنية وكذلك الجوانب القانونية لأنه لطارق قانوني كذلك في تونس فيه العديد من الإخلالات وذلك عليش احنا اتطرقنا للجانب هذاك كذلك لأنه غير الممارسات اللي صارت في العديد من الفترات وأنه فما بعض التجاوزات على الجانب القانوني كذلك القانون نفسه فيه ثغرات كبيرة أنت أول حاجة وأنه قانون محروقات الأخير طولي قاعد جاري به العمل تعد تسعة وتسعين فيهم إشكالية كبيرة وأنه موقعش إلغاء نهائيا لكل القوانين السابقة العديد من الرخص مزيد تخضر القوانين السابقة قعدنا في البينبين هذه من بين الأشياء اللي احنا قلنا خطأ جسيم لأنه في القانون القديم من عهد الاستعمار سنة تلاثة وخمسين كانت موجودة فيه في الإطار القانوني نفسه وأنه عند صدور القانون يلغي كل القوانين السابقة نحنا ما عملناش به حتى في حالة وقت يقع إلغاء الرخص القديمة معنى الخاضع للقوانين القديمة هي ونش يقعش إلغاء الحر الرخص بالذات لكن إذا كان يقع تجديد الرخصة أو إحالة حتما يتبق عليهم القانون جديد هنا بش نرجعوا للإطار القانوني بش نرجعوا للفساد بش نرجعوا للتنقيح الجذري لمجلة المحروقات المطلوب الآن وبش نرجعوا للإنتاج جزء بعد الفاصل سؤال مبدأ يسهل على التوين سلكل يتسهل وتوين سلكل بعد 35 سنة تجربة وبعد دكتورة في جيولوجيا فما نفت ولا ما فميش يجيبنا عليه غازي بن جميع بعد الفاصل الدكتور غازي بن جميع الخبير في جيولوجيا والطاقة للحديث عن دراسة خفية عقود المحروقات في تونس أسباب تراجع الاستثمار في قتاع المحروقات شوف سي غازي شوية خرنا وياك تنمشوا للأرقام للأرقام السنوية تنمشوا للحقول وتنحكيو فيها حق للبوري ولا نحكيو فيها غيرو من الحقول تنحكيو على الحقول اللي معلقة زادا كذلك العمل فيها وغيرو لكن أنا مانيش مستثمر في البترول إلي تونسي عادي توقع دينا وياك شوية اخر شقال الفتر بعض غدتين نبدأ قاعدين نعملو كويستاي وكعبها سمسة ونسألك وينو البترول اليوم هل ما قولة هذي متاع التونسة اللي يقولوا ياخي شبيه ليبيا عنده وش بيتزاير عنده ياخي جينا احنا في الوسط معنا شي هذي اش نجيوب عليها تفضل سيا غاز هي اولا مانيش في الوسط مش صحيح احنا في المنطقة الشمالية البسانت عقدامس اللي هو جاي في البلدان الثلاثة جزء كبير منه تحت تونس ولهذا اغلب الحقول اللي موجودة في المنطقة هذي تحت تونس ماشي مش معنات هذة كذلك في نفس الوقت وانه معناش تماما هذي مش صحيح لا وانه تونس تتعوم فوق النفط ولا كذلك معناش نفط لا هذا ولا هذا صحيح تقنيا انتي المناطق اللي فيها امكانية بش تلقى فيها النفط بنسبة لتونس من الشمال الجنوب في البر وكذلك في البحر ثم امكانية وعننا الواضح وانه عنا حقول موجودة في البحر كذلك وعننا حقول اخرى موجودة في المنطقة الوسطى والشمالية صحيح هو انه في المنطقة الوسطى والشمالية الاشكال الكبير هي وانه الاستثمار اللي صار محدود جدا اكثر الشركات وقع الاستثمار في المناطق الجنوبية اكثر منها من المناطق الشمالية نعرف انا ملي صغير انا عرف فما بيترون في الصحراء هذا شنعرف ملي صغير هي اول نعطيك معلومة تقنية واول اكتشاف تحرة تونس نحكي اول اكتشاف صار في شمال افريقيا صار في الجزائر لكن ما هيش في الصحراء في المنطقة الشمالية ومازال ينتجي لحد الان صار الف وتسعمية وثمانية وتلاثين ويلا حد الان مازال يونتش هذي حقل واد كثيرين هذي يبين لك وانه حتى تونس المنطقة الشمالية هي اللي فيها اكثر مناطق اللي فيها خروج عن النفط البرة قاعد يخرج معناها في الجبال هذي تم امكانية كذلك مش تلقى في المناطق هذيك الهناء الهناء نزيدون نعمق السؤال معناها الخبراء يقولون ماناش قاعدين نستثمروا بما فيه الكفاية حتى نستغل ايه ماناش في الاستغلاء سي غازي ايه نحب نعرف عنها ولا معناش ساعة كيفش تصير العملية تقوم في الماء تعمل صنداج ولا تشوف فما ماء ما فيماش ماء بشتفهم تحفر ولا ما تحفرش ايه نفس المبدأ بالنسبة للنفط النفط اصعب اكثر محكم الماء لانه اولا يزمك تكون دراسات جيولوجية وجيوفيزيائية بش تكون تشوف التكوين السطحي والباطني للأرض وبعد المرحلة ثانية هي تجي تختار المناطق اللي فيها امكانية بش تلقى فيها بش تختار الموقع انت على الحفر لانه الحفر هو اغلى حاجة في العملية ووقت اللي تحفر مش ما انت حتما اخترت بوقع بش تلقى فيها تجي تلقى كما ما تلقاش ثم مخاطرة ثم مخاطرة انت معروف الميدان انت عن النفط سيسكون ابلو كابيتال ريسك دونك مخاطرة كبيرة لكن باش يكون ثم جدوى يلزم اقل شي يتكون اكتشاف في عشر ابار اقل شي هذه تقنيا باش تكون ثم جدوى اذا كان انا نحفر عشر نلقى واحد فيه هذا يعني نكمل نكمل نستثمر نكمل نستثمر لكن نكمل نستثمر ما يعنيش يعني انا بش نربح نجم نزيد نكمل نستثمر اما تطلع فشوش كيمة نجم زداد تربح برشا لانه 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 قتلك المشكلة هي كابيتال ريسك معنتها فما مخاطر كبيرة فيه لكن اذا كانت تكون الدراسات تخدمت على اساس صحيح لانه هي لكلها دراسات جيولوجية و جيوفيزائية هي اللي بش تمكنك باش تحد من الخطر نتاعك في مخص الاستثمار يا سيدي نكمله نكمله في الاتجاه دايما بعد نمشي لأسألة أكثر دقة يا سيدي الدولة التونسية اليوم تقوم به العمل هذا وإلى ما تقومش به متاع أنها تستكشف متاع أنها تختار المكان متاع أنها تشوف واحدة على عشرة به ولا مش به ومن بعد تكمل تاخل الخطار متاع تكمل في الاستثمار تنسي تعم فيه اليوم هي شركة اجنبية المؤسسة تونسية المشرفة بطورية قامت عمل محدود جدا في بعض الرخص اخترتها والتي المشرف عليها وقامت بها لكن عمل محدود ومثا مش نتائج إجابية لحد الآن لكن الأغلبية الرخص يقومون بها مستثمرين خواص مش حتما أجين حتما خواص ياخذ على عاد وأنه يختار هذا لأنه في المرحلة انت على الاستكشاف التكلفة لكلها على حساب المستثمر الأجنبي رغم المؤسسة تكون شريكة المستثمر أجنبي ولا مش أجنبي أي مستثمر خاص المفيد هو على أعاد تكاليف المرحلة انت على الاستكشاف وعدل التكاليف من فضلك سيغازي تقريبا قداش وانت وشنين النوع انت على الرخصة لأن المرحلة الأولى الرخصة الدراسات هي البحث الاستكشاف رخصة الاستكشاف فيها تقوم فقط دراسات جيولوجية وفيزيائية إذا كانت تكون جيولوجية بحتة متكلفش خمسمائة ألف دولار إذا كانت دراسات جيولوجية فقط إذا كانت ثم دراسات جيوفيزيائية ما أنت هذية بشيكون مسح باطني قبل المسح قبل الحف تجيب توصل حتى للثلاثة ولا أربعة ولا خمسة ملايين أنت والنوع زد انت على المسح دولار حسب النوع انت على المسح إذا كانت ثنائي الأبعاد ولا ثلاثي إذا كانت ثلاثي تكلفة أغلى أغلى تقنيات أكثر أكثر حداثة وأغلى عصرية أكثر إذا كانت نمر لمرحلة الحفر حفر الأبار فما أنواع في البر وإلا في البحر في البر التكلفة الحفر تقريبا مبين خمسة ملايين دولار حتى ممكن توصل حتى العشرين أنت والدراسة تشتون بها هذا في الحفر بالنسبة للبحر التكلفة أقل شي تكون ثلاثين مليون دولار وفما بعض الأبار في تونس وصلت لـ مياة وسبعين مليون دولار على خطر فما الراسيو الراسيو دوريسك أني وقتلي أنا حتيت خمسين مليار بش نقعد نحب الرجاح ونقعد نستكشف أكثر ونحب هكا ولا هكا أكتكي اللي حتيت التذكرة هذي كان انفستي عليها نقول أنا ديما عندي الحلم أفعل حلم عن بتبع الحال دراسات وغيره أنه يخرط يرجع الرطور هذا هو طبيعي المشتفى مريح حاجه يربح لهنا يقول قايل أعطينا الماضي الماضي هات نحكي وشوي على الماضي بما أنه رئيس الجمهورية يجبد حتى على حق البوري ويجبد على شرف القاري اليوم بتبع الحال الجرف القاري إذا كان ما بين بلاد وبلاد يمسوا في بعضهم هال فان دو كيلومتر نلقار وإحنا في تنازع التنازع هذا موجود في العالم مجمع طبيعي بينه وبين ليبيا وحق البوري كنا نجمونا عملوا غير اللي تعمل هي أصلا تقنية تقنية الغلطة الكبيرة اللي صارت هي أنه الملف اللي يقع أعداده من طرف تونس ما يقعش أعداده بالكيفية الإيجابية باش نكون نربحوا القضية لأنه الموضوع حساس فيه جانب تقني لكن فيه جانب قانوني لكن الجانب القانوني مش القانون التونسي القانون العالمي طبيعي إذا مكتمشي بالقوانين اللي جاري بها العمل دولية ما تفهمين به الخطأ اللي صار هي هو أنه تونس ما مشاتش للنقاط هذه الحساسة لأنه أنا شفت القرار مش الدراسة شفت القرار انت على البحكمة نعم وشفت على أي أساس وقع كيم يقولوا تحديد المكان بالضبط انت على الحد ما بين تونس وليبيا الإشكال وأنه المنطقة الأولى وقع توجيهها أكثر لتونس ما أنت نقصوا من الحدود انت على تونس وانبعد وقع تغيير الاتجاه لناحية الشرقية اعتمادا على شنوه على جزر قرقنا هذه القرار المحكمة لكن الغريب هو أنه في الجزء الأول اللي وقع فيه توجيه أكثر داخل تونس مخداوش معين الاعتبار جزيرة جربة اللي هي أقرب من قرقنا بالنسبة للمناطق الحدودية معانتها المشكلة منين نبدأ ونحسبه منين نبدأ ونحسبه آخر نقطة انت على الشط في تونس منها هي تبدأ تحسب 22 كيلو متر جرف قاري مثلا هي كيفاش ياقا أصلا في التحديد تكون بيربوندوكولير للكوت بيربوندوكولير أصلا هذاك في الواقع عموما لكن بعد تدخل فيها معطيات أخرى مثلا إذا كانا ثم جزر هذيك بالذات الجزر يتكون تابعتك حتما هذيك يجب تاخوها بعين الاعتبار الهدايا الإشكالية بالنسبة أن المحكمة بالذات تخذيت في القرار انتاحها جزر قاريخنا اللي هما أبعدوا على المنطقة الحدودية بخذيت الجربة بخذيت الجربة معي الاعتبار لأنه أنت وقت اللي قدمت الدراسة انتاعك والملف انتاعك معرفتش تقدمه على أساس صحيح أنت بيتك معرفت كيفاش تخدم خدمتك بالجداء بش يكون الارجومانطير انتاعك والحجاج انتاعك قوية بيه هذا فهمت ومن عندك سيغازي لكن الآن خلينا نحكي عن التصرف بصفة هاته نقول أشمل في ثرواتنا البطنية أساسا محروقات على امتداد الثلاثين سنة اربعين سنة لأخرين تونس كانت ناجعة في التصرف هذا عرفت كيفاش تتصرف عرفت اللي شكون تعطي في التنقيب عرفت اللي شكون تعطي في الاستغلال هل تعتبر أنه الاستغلال كان ناجع على امتداد العشريات الأخيرة لا أنا مش العشرية إحنا دراسة تشمل كل من الاستغلال إلى حد مش العشرية كل العشرية الأخيرة من الاستغلال وحلنا في عيد الاستغلال فضلا احنا في كل حالات تونس حسب هكتشوف المعطيات اللي احنا قمنا بهم في الدراسة أرتبت وأنه فم العديد من الإخلالات صارت مثلا في كل الرخص في نقاط احتينا شنو الإخلالات عندك في في مخص الرخص أنت على البحث عندك أول حاجة هي أنه دائما ثم مرحلة أولية ممكن تمد حتى الخمسة سنين فيها إمكانية تعتمديد حتى توصل حتى لثلاث سنوات عن تولي ثمانية لكل إجماليا وبعد تجديد الأول والثاني والثالث هذا ليطار القانوني وفي المراحل أنت على التجديد تكون أربع سنوات الفترة الأصلية ومن بعد إمكانية تعتمد ثلاث سنوات تمديد في كل فترة فترة التجديد الثالثة هي خاصة ما يقع منحة كان فقط للرخص اللي يقع فيهم اكتشاف إذا كانت تقع اكتشاف في الرخصة هذيك عندك الحق في التجديد الثالث هنا مثلا في النقطة هذه بالذات صار تجاوز في رخصة من الرخص وقع تجديد الرخصة هذيك وقت اللي أنت الإطار القانوني ما يسمحش للتجديد الثالث كان في حالة اكتشاف وحابت تونس حاب تاخذ الريزك معلي حاب يبحث فما في سودان ديسل اللي هو بش يلقى قلنا تنربحه معاه علش شوف احنا أنا من جاوبش علش أنا بالنسبة لي أنا الإطار القانوني واضح وصريح نعم فهمتك أما باش تتبقوا ولا تعدلوا مش تتجاوزوا هذي النقطة اللي هي اللي ما يلزمش يقعه وهذا صارت في العديد من المرات لترجبت هنا نقطةядي لتي على تجديد الثالث ثم كذلك في التجديد الأول والثاني والثالث التنقيس في المساحه شو معنتها تنقيس في المساحه ما 라 esa és انت رخصة عندك فيها مساحه وقعت حديدها في الأول وقت اللي يقع منحها أي خدمش تقريبا عشر اكتارات حليف كيلومترات آ ф currencies آلاف كيلومترات على ذمة رخصة البحث انتفاضل آي وم بعد هل's season هي في التجديد الأول القانون يفرض وأنه يلزم تنقيص في المساحة بنسبة 80% فقط من المساحة الأصلية تمشي تصغر تتريجيا تجديد الأول أعطيك الفرصة أنك تبحث ما لقيتش نصغر نصغر شوية واضح تجديد الثاني تولي 64% الثالث 50% هذا الإطار القانوني معقول ما لقيتش على انتداد قدش من العام كما قلت لك عندك في التجديد أربع سنوات مع إمكانية تمديد ثلاثة مع أنت يولي سبعة سبعة في كل فترة سبعة والفترة الأصلية خمسة مع ثلاثة تولي ثمانية معقول يلا فما اللي ما صغروا لهمش ثم اللي أمام يصغروا لهمش وإلا ثم اللي صغروا لهم لكن مش حسب الإطار القانوني مع أنت يصغروا لهم أقل من نقصوا شوية ما نقصوش اللي يطلبوا القانون هذه من بين النقاط ثم حاجة أخرى مثلا بعض الشركات اللي ما تقومش بالتزاماتها التعقودية التقنية والمالية أنت واضح القانون وحتى العقود نفسها وأنه في حالة وأنه الشركة ما تقومش بالتزاماتها يجب تدفع غرامة اللي يقع تحديدها في العقد أعطيتك بيش تبحث على روحك ما لقيت حتى ما قومش بالتزاماتك التعقودية ما تقعدش الأرض ذيك على ذمتك والرخص على ذمتك ما عملتش تتخلص لا تخلص كشو سوا بش تجدد ولا ما تجددش يجبك تقوم بالتزاماتك ما قومش بالتزاماتك تخلص الغرامة في حالة التجديد ما يلزمكش تجدد له كان ما يدفع الغرامة هذا الإطار القانوني وحتى في الرخص ثم شركة بعد الثورة صارت اللي وقع سماح لها بالتجديد من غير مقام التزاماتها وقع تحويل التزاماتها للتجديد وقت اللي في نفس الفترة زوج شركات أخرين فرضوا عليهم دفع الغرامة في نفس الفترة فما مونكة غانية للدولة وفي نفس الوقت ينجم العبدي تسئل عليش ناس سنة ونسفر هنا تمييز هنا تمييز هذه النقطة اللي احنا ج بدناها في الدراسة وأنه مش معقول وأنك تعطي إمكانية لشركة باش تجدد من غير مقامة بالتزاماتها وشركات أخرين ارفض ذلهم التجديد كان ميدفو الغرامة هات نحكيو عليهم شوية خاطر فريمان يلزم نحكيو عليهم ونقفوا دقيقة ونفهموا شوية انتوما مثلا حكيتوا على بير مكثر بير مكثر مثلا لا رخصة مكثر رخصة البحث مكثر رخصة مكثر شو صار فيها مثلا هذي اللي قلت لك عليها اللي صار فيها التجديد الثالث وقت اللي هي ما صارش حتى اكتشاف التجديد الثالث كما قلت لك ما يقعش منحو كان في حالة اكتشاف كيم يقولوا اكتشاف اقتصادي تنجم تكون فيه بعض النفط لكن ما هوش اقتصادي ما يدخلش في العين الاعتبار وكشف المتخصص عن أنه من النقاصة التي توصلت إليها الدراسة عدم التأكد من الغلق النهائي لأبار النفط وإعادة المواقع إلى سبغتها الأصلية كأرض فلاحية وهو ما حصل في أبار زعفران مكثر مهدية برج الخضرة جنينا لوسطة شو معانيتها هذي؟ لا هذو ما رخص موش أبار هو ما رخص ورخص تحفر فيها أبار وقت لي تحفر البقر انتي قبل ما تحفر مش تمشي مثلا في البر خاصة حتما بش تاخو أرض فلاحية معقول نبدلها السبغة لا مش بدلها السبغة تنحي الأرض السطحية لأن هذه هي الغنية يجبك تحطها على جانب ومن بعد تحط الموقع عن تاعة الحفر لأنه بش تحط فيها البلاتفور من تاعة الحفر بش تعمل فيها بيطان أرمي وبش تحط فيها الحفر هنا العملية هذيكة في الأول لكن وقت لي تنتهي ولكون البقر ما فيش اكتشاف يعني في حالة اكتشاف ما نرجح عارف فلاحي سنة إذا كان صار اكتشاف بش تخلي منطقة محدودة فقط وين البقر بش تحط إمكانية تاعة استغلاله إذا كان بش تحط الموقع تاعة الاستغلال في المنطقة هذيك تنجب تخلي منطقة أوسع لأنه بش تحط فيها تجهيز تاعة الفصل تاعة الماء والغاز والنفط وقتها يلزمك أمكان أوسع في حالة وأنه فقط بقر انتاج ما يكونش منطقة تصفية وتحويل حتما وقتها يلزم تحط مساحة أكبر إذا كان تكون منطقة تحويل هذا الكله معقول دونك في حالة وأنه البقر هذيك ما صارش فيه كما أقول اكتشاف اقتصادي بشيقة غلقه ويتسمى غلق نهائي يعني وثمى غلق نهائي ولا غلق جزئي إذا كان يقع غلق جزئي ما تقومش بحتى الإجراءات اللي قمنا بيهم فقط يجب تاخد احتياتك باش ما يكونش تسربات بيئية إذا كان نهائي غلق نهائي لإجراءات تتطلب وأنه مش غلط سطحي فقط حتى داخل البقر باش تحمي الناب فرياتيك مش الناب فرياتيك فقط تحمي الناب فرياتيك وتحمي حتى التسربات انت عن نفط والغاز للسطح لأنه إذا كان يتقع تسربات هذيك ممكن تعملك كارثة ولهذا يجبك تعمل كونابل ديبوشونت سيمون في مناطق محددة في الغلق النهائي وانبعد يجبك تنحي راس البير تقصه وتسكر البرتي هذيك وانبعد ترجع الموقع للأرض في الحياة هذا صار ولا ما صار في المواقع هذه من بين الحاجات اللي احنا ذكرناها في الدراسة وأنه فم العديد من الأبار اللي ما نعرفوش حد شي صار والمسار لأنه الإجراءات القانونية تفرض على المستثمر وأنه يفضيح يجبه يخصص مبالغ للهجر في حالة وأنه ميخصص المبالغ هذيك قبل ما يغادر الرخصة يلزب الدولة تفرض عليه هو أنه يخلص المبالغ أنت على هجر إذا كان ما قامش بعملية الهجر هذه نقطة الاستفهام بالنسبة لي نحن لأنه وقت لأبار ما يقعش الغلق النهائي انتاحهم فما مخاطر بيئية وكذلك على شكون المسائل على شكون التكلفة انتع الغلق النهائي بتبعت الحال بتبعت الحال هنا غازي بنجميع الدراسة تحكي زينا كذلك على موضوع الحقيقة يبهت بتريقة تخوف نحكيه هنا على الدراسة أظهرت أن هناك امتيازات لم يستكمل فيها تطوير الحقل على رغم مرور مدة زمنية طويلة من إسناده بلغت في بعض الحالات أكثر من أربعين سنين مثلا بيرسا زلفا كوسموس تاخو أربعين سنين رخصة باحث و قالوا أنت كنت تحكيلي على سبعة سنين وثمانية سنين هذو ما ما همش رخص باحث هذو ما امتيازات إنتع استغلال ماذا أنت قدمت فيهم طلب باش يقع الاستغلال بعد ما عملت البحث كملت البحث وخصار اكتشاف عندك أنت وقتاش يقع منح الامتياز إنتع استغلال وقت لياقع اكتشاف اقتصادي كيفاش أربعين سنين محلولة هذي أنت الإطار القانوني نفسه واضح في النقطة هذي وأنه إذا كان الشركة ما هيش قادرة باش تقوم بالتزاماتها تقع عقودية في إنتاج الاكتشاف ثم أجال قانونية يقع سمح به حتى لي تقوم بالإجراءات التام تكمل دراسة تاح وتكمل إعداد الموقع عن تالإنتاج إذا كان ما قامتش بهدايا قانونيا ترجع ملك الدولة من غير ما تدفع حتى مليم الدولة تعويض للمستثمر إذا كانوا ما قامش باحترام الإلتزامة تنتعوي بتبعث الحال أنت عطيته رخصة بحث لقاء بعض ما لقاء عطيته رخصة للاستغلال بعض هو غفلق ما لقاش كيفاش يكمل ولا الفلوس ما لقاش كيفاش يدخل في البزنس متاعه إيش نعم لغادي هنف البين بين هذي اللي تحكي عليها هذي 40 سنة الرخصة إنتي القانون روا ما يعطيكش إمكانية بشتوصل 40 سنة ملك كيفاش عاملوا الناس هذي قلت لك أنت في الإطار القانوني واضح في النقطة هذي هو أنه المستثمر إذا كان ما قامش باستغلال فما حق النفط وإلا حق الغاز فما مدة قانونية في القانون هي سبع سنوات وإلا ثمانية سنوات أقصى حد كأقصى حد إذا كان ما قمتش في الفترات هذية حتما ترجع ملك الدولة من غير ما تدفع حتى شيء الدولة للمستثمر معقول معقول الإشكال وأنه مثلا نعطيك مثال على حاجة صرتنا بعد الثورة هي حقل المنزل منزل هذي هذيك الحقل صارت فيه إشكالية كبيرة وصارت فيها فضيحة وصار إقالة تعاوزير إشكال وأنه أنت الحقل هذيك كان خاضع للقوانين القديمة ومباعد الشركة اللي كانت تملك الامتياز هذيك قدمت طلب باش تنخرط تحت قانون المحروقات 99 هذيك صار مباشرة بعد صدور القانون المحروقات 99 وافقولها على هذيك الإشكالية وأنه إذا كان فات وافقولها الفرق ما بين القانون القوانين القديمة والجديدة هي وأنه القوانين القديمة امتياز الاستغلال يدوم 50 سنة استغلال معناه الإنتاج معقول حتى هو عمل المخاطرة متاعه حتى عشرات وعشرات المليارات من بعد بشيقسم قد يش يقسم مع الدولة تونسية لا هي مش يقسم هي عندك منابات هو وشركة منهم المؤسسة تونسية أبسوليما ولهذا المؤسسة تونسية اللي فرصة ما هي موجودة اللي هي فرصة ما موجودة في التوردوتابل لا في أغلب أغلبهم لكن في الامتيازات مش لكلهم ثم بعض مثلا حق المسكار اللي أكبر حقل التاغاز مش شركتش فيه المؤسسة عندك حقل ديدون نفس الشي رغم اللي كان يوصل حقل ديدون وصل حتى عشرين ألف برميل في اليوم في فترات عليش مش شركينيش فيهم خليك تكمل الفكرة اللي قبل الساعة ومبعد نسلك عليش مش شركينيش فيهم دونك الفكرة هو أنه إذا كان تسترجع الدولة إذا كان ما استغلش هو تسترجع الدولة الحق له متخلص حتى شي هذو ما قعده محلولين أرعين سنة استنى نوصل لك لأن القطة كان خمسين سنة في القانون قديم القانون محروقات 99 مدة المرحلة تعال إنتاج ثلاثين سنة أقل ونوقع تحديدها ثلاثين سنة الإشكال وأنه وقت اللي الشركة قامت بتطبيق قانون المحروقات بالنسبة للمتياز إنتاج اللي ما وقعش تطويره القانون واضح في النقطة هذه وأنه كل قانون المحروقات يتطبق عليه جديد جديد 99 قانون المحروقات 99 يتطبق على الامتياز لأنه اللي حابوا ينخرطوا في القانون جديد وهو في مرحلة الإنتاج فعليا ما يتطبقش عليهم كل القانون ثم بعض النقاط فقط هذا يواضح في القانون كما الميزاج الإشكال وأنه هذا يموقعش تطويره وقته ولهذا يتطبق عليه الإشكال وأنه أنت يقع منح الرخصة لخمسين سنة لكن مدام قاع تطبيق قانون المحروقات 99 عليها تولي يلزم 30 سنة وكما يقع تطبيقه يلزم إصدار في الرايد الرسمي التغيير هذا مدام قاع يلزم وشكون يقوم به هي سلطة الإشراف ليس المستثمر هو يقول نقص لي في المساحة في المدة الزمانية جميل أنت إلى هنا الخطأ صار من سلطة الإشراف وقت اللي خرجت الإشكالية خطأ بين ظفرين كل ريح ينجم بعد شهد فيها لما تشبه الفساد ولا مش شبه الفساد لكن هذا مهم هذا مهم هذا مهم عليش نقول هذا مهم سيغازي على خاطر هذا هو الانتباع العالم يا أما رزق لبليك شو نجم يكون يا أما غرض الترف يا أما أي فما حاجة حصلوا تجب تكون خطأ كما تجب تكون تعامد أنت إلى هنا بالنسبة لحالة هذه وقتها أنا في البرلمان سألوني عن النقطة هذه وشعوبتهم قلت لهم خطأ في اللجنة الخطرها الإشكال وأنه إذا كانوا تبقوا القانون تنتهي المدة على الامتياز حسب القانون يولي 2009 وهي وقع بدأ في تطوير وبعدها الخطأ وأنه أنت سمحت للمستثمر بش يبدأ في التكاليف ونتعه للتطوير بعد ما صار انتهاء المدة هذية ومبعد تجي تقوله لا وقف ما تبدأش في الانتاج هو استثمر بعدها وصرف تجي وقت لي هو بش يبدأ في الانتاج وتقوله لا ما عندك الحق انتعطيته الإذن بعدها الآن سؤال أخير وبش نختمو به ونعرف وانا نوع دكسيغاز يلزم تعاود تجي بعدين مرة أخرى يلزم عليش على خاطر ما بين الماضي والحاضر وهذا يلي كنا تسألنا عليها احنا قبيلة الهنا في ميديشو مع زياد كريشان قد ينظر رئيس الجمهورية إلى الماضي لكن فما توصيات للمستقبل انتم مثلا سبع توصيات لحوكم أفضل لقطاع المحروقات في تونس تقولوا تنقيح مجالة المحروقات رفع جاذبة الاستثمار نشر مداخل الثراوية الطبيعية تقولوا زيادة كذلك نشر الاتفاقيات وكامل وثاقة التي تعززوا الرقابة تطوير دور المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بناء منخ في قبان المؤسسات الإسراع باستكمال انضمام تونس إلى مبادرة تشفى في الصناعات الاستقراجية هذا على سبعة قداش عملنا من واحدة ما نجمش نقوله أعملنا لأنه حتى اللي فيهدوكم عندك كان حكاية نشر العقود اللي النجم وقوله مشينا فيها بخطوة به الحاجة الثانية هي الإنتاج نشر الإنتاج ثم تحسن مثلا الدراسة هذه لأنه صارت رهي على مرحلتين الأولية قمنا بها 2019 وقع نشرها 2019 وهذه تحيين تعد دراسة القديمة المقارنة بين الاثنين وأنه ثم تحسن من ناحيات وثم تقهقر في نواحي أخرى في مخص الإنتاج أي في موقع المؤسسة ثم تحسن لأنه عنا إنتاج جومي في الموقع نتاع المؤسسة للحقول الصحيح وأنه ثم بعض الثغارات مزال باقي مثلا بعض الحقول ليقع جمحة مع بعضها أطلبنا وأنه يجب أن يكون نشر كل حقل على حدة لأنه أنت الإطار القانوني مبعد وقت بش جيت حاسب أنت المستثمر كل حقل وحده هذا هي القانون حتى ما أنا نحكي كوزارة مالية لأنه المنابات كيفاش يتجير أنت يجبتلي عن نقطة هذيك الملك المنابات كيفاش المؤسسة كشريك ما هيش تمثل الدولة كشريك عندها حصة حصة بصفة عامة ما بين 50 55 أغلبين إتاب إتاب المؤسسة تصير أنترابترولية عندها الحصة تنجم تكون أقصى حد 55 في المن الدولة ما هي المرابيح انتاحة خاطر إتاب إتاب المرابيح انتاحة وحدها لأنها تدفع الضرائب كمؤسسة الدولة المرابيح انتاحة فما أتاوة تحديدها لكل إنتاج نفط هذي نسبة معينة حسب الإنتاجية وفما سكوناب الرابور اللي يقع تحديده حسب الكميات للإنتاج عندك كذلك ضريبة على الأرباح هذو هما الزوز اللي يدخل الفلوس بالنسبة لميزانية تعددولة ولهذا إذا كان بشتنجم تكون رقابة أحسن يلزم كل رخصة وحدة كل إنتاج وحدة وكذلك حتى وزارة المالية يلزمها في الموقع انتاحها تعطي كذلك كل شركة اشدفعت على كل حقل بنفسه بالتدقيق يجب تكون ثم تدقيق من بين الأشياء اللي طلبناهم في الدراسة ونختم بها يفضل سيغازي انخراط تونس مبادرة شفافية للصناعات الخارجية لأن هذه مبادرة عالمية فيها العديد من البلدان من خرطة اللي تشارك فيها البلدان حسب معطيات معينة أيضا تكون الحكومة ممثلة الشركات ممثلة والمجتمع المدني ممثلة ولهذا هذية تمنح أكثر شفافية يعني فيها عديد من الشروط منها التصريح بالإنتاج والمدفوعات فما برشا حاجات مدقة اللي هذيك تساهم باش تكون ثم أكثر شفافية في الميدان غزي بن جميع يبقى أني نشكرك الخبير في الجيولوجيا لدكتور غزي بن جميع الموعد لازم يتجد معاك لخطر السؤال بشي يكون حول المستقبل وحول الاكتفاء الطاقي اليوم وكان مستقبل شون إمكانيات الممكنة شكرا لك وشكرا للدراسة اليوم أنتو وضحت لي برشا حاجاتك صحفي وكمواطن